السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة حلول الكتاب المدرسي من أبرانتساج لمستوى الثالث ابتدائي المو كنتون لصن S و لصن G والتمرين موجودة في الصفحة رقم 17 وفي فقرة جوبسا و اجو ديكوفر نجدو جملة تن الجملة الأولى تقول ce matin pendant la récréation j'ai sauté à la corde et j'ai aussi relu مالسان والجملة تنية تقول quand je voyagerai en bateau je mettrai un gilet de sauvetage نمرو إلى الأسئلة observe les mots en couleur لاحيد الكلمات الملوانة الجملة الأولى بها كلمات ملوانة وهي تشترك في نطقها حيث أن هذه الكلمات تنطق كلها مع سماع ساوت S نقول ce recréation sauté aussi leçon وهذا الساوت S مصدره مختلف فنجد هنا C مع E ونجد هنا T I E N تقرأ S وتعطينا الصوت S وهنا S مع A و U تقرأ So وهنا حرفي S تقرأ C O C وفي الكلمة الأخيرة leçon C CD مع O تقرأ So ولكن إذا وضعنا C وحدها فستقرأ الكلمة lecon ولذلك وضعت CCD بدل C لتفايل ذلك أما بالنسبة للجملة الثانية نلاحظ أن الكلمات الملونة تشترك في نطقها بصوت J نقول Je voyager Je 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 So T وكذلك نجد اختلاف في مصدر الصوت J حيث هنا لدينا J E وهنا حرف J مع E كذلك ينطق بصوت J و J مع E تنطق J وكذلك J مع E J الصوت الثاني يقول لِي أعط وَيْمَوْا لِي أَوْتْوَى لِي أَوْتْوَى لِي أَوْتْوَى دُ لِي أَوْتْوَى دُ لِي أَوْتْوَى إِقْرَأْ بِصَوْتْ مُرْتَفِعْ الكلمات الملونة في الجملة الأولى إذن نقول C ریکريacion صوت aussi لصن كالصن سُرْبَتْ ما هو الصوت الذي يعاد إذن في جملة الأولى نلاحظ أن الصوت S هو الذي يعاد في الكلمات الملونة كلها أتي لها ميمغرافي هل هذا الصوت S يكتب بنا في الطريقة بطبيعة الحال لا فالصوت واحد في هذه الكلمات ولكن مصدره مختلف إذن هنا الصوت الذي يتردد أو يعاد هو الصوت S لصن S وجوابا على السؤال أتي للميمغرافي هل هذا الصوت له نقص الكتابة نقول إِنَّ بَا للميمغرافي يعني أن الكتاب التي تعطي هذا الصوت تختلف من كلمة إلى أخرى نمر إلى السؤال الثالث لأعطي للمون كولور دو لدوزيان فراز يقرأ بصوت مرتفع الكلمات الملونة في الجملة الثانية كو رمعت ما لا تلاحظ إذن نقرأ الكلمات ونلاحظ أن هذه الكلمات لها نفس الصوت وهو صوت G وكذلك هذا الصوت ليس له نفس الكتابة حيث نجد هنا G مع E و G مع E و G مع E وتعطينا نفس الصوت G نمر الآن إلى فقرة جماند السؤال يقول بغلان تخي دون شاك لست شطب على الكلمة الداخيلة التي لا تنتمي إلى هذه السلسلة إذن نقرأ هذه السلسلة من الكلمات إذن نقرأ إذن نقرأ إذا نلاحظ أن هذه الكلمات تشترك في صوت S حيث نقول لكن نلاحظ هنا في هذه العبارة لا نسمع صوت S وذلك تكون هذه العبارة هي الداخيلة في هذه السلسلة إذن يجب أن نشطب على عبارة وفي السلسلة الثانية توجد نلاحظ من خلال قراءتنا أن الكلمات كلها تشترك في صوت G إلا عبارة واحدة وهي حيث ليس هناك الصوت إذن هذه هي العبارة الداخيلة يجب أن نشطب عليها وفي السلسلة الثالثة نقرأ إذن نلاحظ أن جميع الكلمات تشترك في الصوت S والذي مصدره نتقى هذه الحروف T E O N أما في هذه الكلمة فليس هناك هذه المجموعة من الحروف وتقرأ إذن هذه هي العبارة الداخيلة ثم نمر إلى السؤال نخم خمسة complète avec la graphique qui convient إذن يجب أن يتمام هذه الكلمات في الحرف المناسب نقول إذن لصن درس نجد هنا حرفي S سيزو C مع I سيلاب S مع Y سال S مع A نمر إلى السؤال السابع إكري دو mots avec les différentes graphies du sang G اكتب كلمتين مع مختلف كتاب الصوت G إذن يمكن اختيار مثلا جرد حديقة مصدر الصوت هو J مع A وغوج مصدر الصوت G وحرف G مع E وفي السؤال الثامن إكري إكري une تتضمن الصوت S يمكن اختيار هذه الجملة إن دي سين عن ساكل يرسم دائرة في هذه الجملة توجد كلمتين دي سين وساكل تتضمن الكلمة دي سين وهو فعل يتضمن الصوت S ومصدره وجود حرفي S مع E والكلمة الثانية ساكل تتضمن الصوت S ومصدرها وجود حرف S مع E أما في السؤال الأخير إكري أكتب جملة بكلمتين تتضمن الصوت S يمكن ذكر هذه الجملة سجوار وكوراج هذا اللاعب شجاع توجد الكلمتين جوار وكوراج كالتيهما تتضمن الصوت S وفي الكلمة الأولى مصدرها الحرف J مع O وفي الكلمة الثانية مصدرها الحرف G مع E أتمنى لكم الاستفادة من هذه التمارين وإلى درس قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر